هي في البلد في فلسطين شكرا لك شكرا لك الآن إلى ملف ثالث حول التصعيد بين فتح وحماس تزامنا مع خطاب الرئيس الفلسطيني عباس ففي خطوة تعكس تصاعد التوتر بين حماس وفتح اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة بشكل متزامن نشطاء من فتح وحماس مراقبون قالوا أن الاعتقالات المتبادلة بدأت بعدما استدعت الأجهزة الأمنية تابعة لحماس في قطاع غزة نشطاء من فتح وحذرتهم من تنفيذ أي أنشطة مساندة للرئيس عباس خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ردا على ذلك عشرات الأشخاص من حماس الرئيس الفلسطيني من جهته عبر في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم عبر عن استنكاره للقرارات الأمريكية ضد القضية الفلسطينية وقال إن القدس ليست للبيع وإن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة كما أكد عباس ضرورة تنفيذ القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية معي لمناقشة هذه التطورات في الأستوديو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ زياد العلول ونبدأ النقاش بعد هذا التقرير بين عباس رئيسي وعباس لا يمثلني تصاعدت حدة التراشق الإعلامي بين حركة فتح وحماس عشية إلقاء محمود عباس خطابه اليوم أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس النائب محمد فرج الغول واصف في تقرير للجنته عباس بأنه يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني وقال إن عباس ينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت ولايته القانونية من بداية عام 2009 في المقابل ذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها أسام القواسمي في بيان له أمس أن العدوان الثلاثية الإسرائيلية الأمريكي مع الطابور الخامس في إشارة لحماس والخوانة والعملاء الذين يتماهون ويتساوقون معهم تماما في الهجوم على الرئيس لن يفلح برأي القواسمي في كسر إرادة قيادتنا وشعبنا وتغيير موقفنا تجاه القدس واللاجئين والدولة ولم تكن ميادين الفضاء الإلكتروني أفضل حالا حيث امتلأت صفحات منصات التواصل الاجتماعي بتلك الاتهامات تراشق وتصعيد لم يتوقف عند شقه السياسي والإعلامي فقط ليتبادل الطرفان الاتهامات حول اعتقالات واعتداءات على عناصرهما في كل من الضفة وغزة الخلاصة إذن برأي حماس أن محمود عباس وفتح لا يمثلون إلا أنفسهم والخلاصة برأي فتح أن المجلس التشريعي المنتخب وحماس لا يمثلون إلا أنفسهم كذلك فمن يمثل القضية الفلسطينية إذن وباسم من يتكلم عباس في أروقة الأمم المتحدة أستاذ زياد أليس من المعيب فعلا في هذا التوقيت الذي يتطلع العالم للسماع لرئيس السلطة الفلسطينية وموقفه أمام الجمعية العامة أن تحصل هذه الاعتقالات المتبادلة بين فتح وحماس بالطبع نحن نادين أي اعتقال سياسي سواء في غزة أو في الضفة الغربية لكن ما كنا نتمناه على رئيس حباس أن يذهب إلى الأمم المتحدة وهو مسلح بدعم وطني ودعم شعبي ودعم فصائلي وللأسف ذهب دون توافق لا مع الإسلاميين ولا مع غير الإسلاميين ولا حتى مع المجلس الوطني والمجلس المركزي الذي لم يستمع لهم ولم يطبق قراراتهم سواء في الدورة السابقة أو التي سبقها ولكن عفوا ما علاقة عدم وجود توافق ووجود انقسام بذهاب الرئيس إلى الجمعية العامة يعني هذه كلمات مقررة لكل زعماء العالم يعني سواء في انقسام أو ما في انقسام سيخطب عباس أمام الجمعية العامة صحيح لكن العالم ينظر إلى هذا الرئيس قوتهم وقوة شعبه وليس شخصية هو يجلس على هذه المنصة ويقف على هذه المنصة لأنه يمثل الشعب الفلسطيني كان الأولى أن يكون مسلح بدعم شعبي فصائلي للفلسطيني الداخل والخارج لأنه يمثل طموحهم هذا ما كنا نتمنه على الرئيس أما هو سيذهب الرئيس عباس وسيأتي من بعده وسيقف على نفس المنبر فنفس المنبر هو من أوصله لهذه المنبر هو دماء الشعب الفلسطيني وجهاده ومقاومته وكفاهة على مدى أقول منه ولكن هذا ليس سبب أن تقوم حماس باعتقال نشطاء لأنهم سيتظاهروا أو سيقوموا بأنشطاء خلال كلمة عباس في غزة صحيح وأنا أقول حتى لو كانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تستخدم أو تعتقل النشطاء المحسوبين على طيار حماس لا يجب أن حماس تستخدم نفس الأسلوب في تعاملها مع أعضاء وكوادر فتح في قطاع غزة وهذا ندينه ونحن نقول الحرية للجميع وإذا كان هناك في ظلم في الضفة الغربية على النشطاء ضد السلطة الفلسطينية فيجب أن يسمح لهم في قطاع غزة وأن تكون فرصة وحماية للحقوق المدنية هل تواصلت مع جهات في غزة للتأكد من ما جرى مع نشطاء فتح هل هي اعتقالات؟ هل هي استدعاءات؟ كما ذكرنا في خلال لا هي استدعاءات في قطاع غزة وربما حماس كانت تتخوف من ربما أي مظاهر من مظاهر التأييد عباس وهذا أنا أدينه استدعاءات لكن في الضفة الغربية تم اعتقال أكثر من مئة معظمهم من الأسرى المحررين يعني أنت كثير منهم قد زهرت شبابهم في سجون الاحتلال والآن يتم اعتقالهم وأنت تعرف أصلا في الضفة لا يوجد حراك أصلا لحركة حماس ولكن هذا الاعتقال على أي حال هو مدان الآن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني أدان الولايات المتحدة الأمريكية ووصف قراراتها بالعدوان على الشعب الفلسطيني وقال الولايات المتحدة الأمريكية منحازة ولن نقبل بها وسيطا بعد اليوم كيف تقرأ هذا الكلام؟ أنا أقول أن بغد نظر عن ذهاب عباس إلى الأمم المتحدة بدون توافق لكنه كان خطابه إيجابي بالمجمل إيجابي مع تعامله مع الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط وهو قال لم تعد وسيط وطالب المجتمع الدولي أن يكون هناك وسطاء خارج الرباعية وأيضا تعامل معها بالتعاون الأمني سواء مع الاحتلال أو مع اسرائيل وقال إذا لم يلتزموا لن نلتزم لكن الغريب كان في هذه التصريحات أنه عندما تحدث على غزة وكنا نتمنى أن لا يتحدث على غزة ولا يتحدث على الإنقسام لأنه هذا شأن داخلي يعني لا يقف رئيس يعتبر حاله ممثل لشعب ويتحدث عن مشاكل داخلية ويتحدث عن مشكلة داخلية وعندما قال إذا لم تستجب حماس فخلال أيام سنتخذ خطوات فورا لكنه قال هناك جولة حوار آخر جولات الحوار في الأيام المقبلة لكنه لم يعطي هذه الجولة الأخيرة حتى للإحتلال وهو من على المنبر قالها ربما عاد كلمة أنه مستعدون للمنفوضات أكثر من عشر مرات وهو يقول مستعدون دعونا للمنفوضات مع أي حدا وفي أي مكان ونحن جاهزون لماذا لا يجلس هو مع قادة حماس هو لم يجلس إلا مرة واحدة خلال الخمس سنوات الماضية لهم لم يجلس ولا مرة جلس مرة واحدة عندما كانت هناك وساطة سعودية هل يحمل كلامه تهديد حسب رأيك لأنه قال إذا لم تنجح آخر جولات الحوار لنا شأن آخر هو تهديد لأنه صبق حتى ذهابي إلى الأمم المتحدة هو قال واحد عشرة هي آخر يوم سيفرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة هو استخدم لغة التهديد قبل ذهابه وفي الأمم المتحدة عندما تحدث عن إسرائيل وأمريكا تحدث كلام عام إذا لم يلتزموا لا نلتزم لكن عندما تحدث لكن هذا ليس كلام عام عفوا لا عام قال إذا لم يلتزموا لم نلتزم وهو قال أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقية أوسلو إذن لماذا يلتزم هو بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لماذا تقوم الأجهزة الأمنية بحماية المستوطنين ولماذا هو لم يسمع لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الذي أصر بالإجماع على انتهاء اتفاقية أوسلو وعدم الاعتراف بالاحتلال وأيضا لماذا لم يسمع إلى المجلس الوطني الذي قال رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة إذن هو لغة التهديد استخدمها ضد الفلسطينيين وضد شعبه في قطاع غزة لم يستخدم نفس اللغة الفضفاضة لأنه كنت تمنى على الرئيس أن يعلن بوضوح ماذا يعلن؟ انتهاء اتفاقية أوسلو وقف التنسيق الأمني ما الذي سيجنيه من إعلان انتهاء اتفاق أوسلو؟ هو يتفق ومع كل كادره التفاوض أن المفاوضات عبر ربع قرن فشلت إذن فليعلن عن مرحلة جديدة يعلن استراتيجية جديدة هو ترك المجال وكأنه كما قال شارون سنفاوض الفلسطين ليس كربع قرن حتى مئة عام طب من ظهره يا أستاذ زياد من ظهر الرئيس الأمريكي الآن إقليميا ودوليا حتى يكون بهذه الجرأة السياسية الرئيس الأمريكي هو القطب الأوحد على هذه المعمورة وهو ضده وضد القضية الفلسطينية لكن نحن أصحاب قضية أصحاب قضية ولا نساوم على حقوقنا الفلسطينية المشروعة نثمن أنه رفض صفقة القرن ويتحدى الولايات المتحدة وهذا موقف جريء لكن يجب أن يتبع هذا الموقف أن يعمل وحدة وطنية يقوي صمود الشعب الفلسطيني ضد تهويد القدس وضد القرارات الأمريكية الظالمة لشعبنا الفلسطيني هذا هو المطلوب نحن نحاول أن نقوي من الشرعية الفلسطينية الشرعية الفلسطينية منقوصة عندما لا تكون وحدة في داخل فلسطين وعندما يكون انقسام جغرافي بين غزة والضفة وانقسام جغرافي بين فلسطينية الداخل والخارج ختام انهاء الرئيس الفلسطيني قال لا جدوى أن تصدر الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا ولا ينفذ هل تعتقد بأنه سيحرك بعض الدول الممتعدة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال فلسطين أنا أقول لا يمكن أن يحدث تغيير في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن يتم تعديل التوازن الموجود لأن هناك خمس دول عظمى هذه الدول هي من يسيطر على القرار في مجلس الأمن وهي من يسيطر على القرار في الجمعية العمومية إذن أي قرار بدون حماية بدون توسيع الحصانة للدول التي لها قرار في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون نافذ فلذلك هناك أصوات تنادي بتوسيع مجلس الأمن وأن يكون هناك قوة لتنفيذ القرارات لأن هناك أيضا قرار أممي قريبا بحماية دولية للفلسطينيين ولم ينفذ فنحن لا نستجدي الأمم المتحدة ولا نتوقع أن تنصرنا الأمم المتحدة بل الأمم المتحدة أسست لحماية إسرائيل وأسست الاعتراف بدولة الاحتلال شكرا لك المتحدة الثرسمي باسم مؤتمر فلسطيني الخارج أستاذ زياد العلول شكرا لك